هل أنت من محبي الأرزة؟ وهل تعلم أنه قد يتسبب لك ببعض الأضرار على صحتك؟ هذا ما سوف نعرفه معاً في هذا الفيديو بعد فاصل قصير الحبوب التي قام الناس بزراعتها في العالم منذ خمسة آلاف عام على الأقل كما أنه الغذاء الأول والأساسية لأكثر بالنصف سكان العالم وعادة ما يأتي قرابة التسعين بالمئة من الأرز في العالم من آسيا وبناء على كيفية معالجته ينقسم بشكل أساسي إلى أرز أبيض أو بنية ذا حبوب كاملة لكن يعد الأرز الأبيض هو النوع الأكثر شيوعاً بالرغم من الفوائد الصحية للأرز البنية ورغم تلك الفوائد إلا أن الأرز أيضاً يمتلك بعض من الأضرار إليكم فيما يلي أهم الأضرار التي قد تحدث نتيجة لتناول الأرز وهي كالتالية أولاً يؤدي إلى زيادة الإصابة بمرض سكرية قد يساهم ارتفاع نسبة سكر في الدم بزيادة خطر الإصابة بمرض سكرية وارتفاع نسبة السكر في الدم ترتبط بالمؤشر لجراء الذي يعد مقياساً لمدى سرعة الجسم في تحويل الكربوهيدرات إلى سكريات بسيطة يمكن امتصاصها في مجرى الدم ويعد الأرز الأبيض ذا مؤشر جليسيمي متوسط يبلغ 64 بينما يحتوي الأرز البنية على مؤشر جليسيمي منخفض يبلغ 55 وهذا يبين سبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الأرز الأبيض مقارنة بالأرز البنية ثانياً يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائية تطلق متلازمة التمثيل الغذائية على مجموعة من عوامل الخطر التي قد تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكرية من النوع الثاني والسكتة الدماغية ثالثاً يحتوي على مستويات عالية من الزرنيخ أغلب الأرز الذي يزرع في أجزاء معينة من العالم قد يكون ملوثاً بالزرنيخ وهذا مصدر قلق لمن يتبع نظام غذائي يعتمد على الأرز وخاصة الأطفال وتختلف مستويات الزرنيخ تبعاً لنوع الأرز فمثلاً يميل الزرنيخ إلى التراكم في النخالة وهذا يعني أن الأرز البنية يحتوي على كميات أعلى من الزرنيخ مقارنة بالأرز الأبيض فقد يرتبط تناول كميات كبيرة من الزرنيخ بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة رابعاً يحتوي على مضادات المغذيات قد يحتوي الأرز وخاصة الأرز البنية على مضادات المغذيات كحمض الفيتيك حيث تعمل هذه المضادات على منع الجسم من امتصاص بعض المعادن الأساسية مثل الحديد والزنك وعلى المدى الطويل يتسبب ذلك في نقص المعادن وهذا غير محبب للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية متنوعة خامساً يحتوي على المعادن الثقيلة مع مرور الوقت قد تتراكم المعادن الثقيلة في الجسم مسببة العديد من الآثار الصحية الضر وتشمل هذا الكادميوم النيكلا الزرنيخ الكروم والرصاص وتبين أن استهلاك كميات مفرطة من الأرز قد يتسبب بتراكم بعض المعادن الثقيلة في عدة بلدان فمثلاً تحتوي النخالة على نسبة عالية من المعادن الثقيلة لذلك يحتوي الأرز البنية على معادن الثقيلة أكثر من الأرز البنية لذلك ينصح الناس بتجنب تنويل الأرز المزروع بالقرب من مناطق التعدين شديدة التلوث أو المناطق الصناعية إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة على الجميع وندعوكم للإطلاع على الفيديوهات الظاهرة أمامكم ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات في أمان الله